شوفوا أستاذ محمد حقيقة هنحن نشوفوا الدعوات إغلاق النفط هي مرتبطة بالأحداث السياسية أو بمعنى آخر هي مجرد أدوات ضغط سياسية لا أكتر ولا أقل يعني حتى الشعرات التي ترفع هي حقيقة ليس لها أساس من الصحة بمعنى آخر حين نتكلموا على عدالة التوزيع الدخول أوكي من من لا شك كفيفة فيش عدالة مطلقة نحن نتحدث عن عدالة النسبية يعني بالإمكان يكون الوضع أفضل لا شك ولكن هي كلمة حق أريد بها باطل وبالتالي يعني هل بتقنعني مثلا أنه والله عضو مجلس نواب أو قائد ميليشيا يخرج علينا ويتحدث بأن إغلاق النفط هو يعني بسبب عدم العدالة في توزيع الدخول وأن هذه المنطقة أو تلك الإقليم أو غيرها هو مهمش وبالتالي لابد من إغلاق النفط يعني أنت تبي تغلق النفط بشي تكون في عدالة يعني إذا مستحيل تجد مواطن ليبي عاقل إصدقك يعني واضح أن كل هذه الممارسات هي مجرد ضغوطات سياسية من أجل الحصول على مكاسب سياسية ضيقة وأصبح الموضوع مفضوح والدليل على ذلك طيلة الإغلاقات الماضية أستاذ محمد من عام 2014 لم يتضرر المسؤولين لا وزراء ولا مجلس نواب ولا مجلس أعلى للدولة مرتباتهم ماشية يعني سفرياتهم ماشية الأمور كلها تمام بالنسبة لهم لكن من اللي يتضرر؟ اللي يتضرر هو المواطن وبالتالي أيضا النقطة الأخرى سيد محمد هو لا بد من مكثب النائب العام أن يصدر مذكرات قبض نحن نقوله من أمين العقاب أساء الأدب وبالتالي مذكرات القبض مهمة جدا وخاصة للدعوات سواء كانت عبر القنوات الإعلامية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى نشوفه في بيانات رسمية يعني ربما أنت الآن نقوله والله باهم مذكرة قبض وين بيوصل فيه وين بيشده لكن مع مرور السنوات رح يكون على هؤلاء الأشخاص ضغطات هم في الغالب اللي يطلع ويتحدث ويقوله والله لابد من إغلاق النفية هو مجرد أداة يعني نحن نقوله هو عبارة عن إما على أكتر ولا أقل محفظين كلمتين وأطلع قولهم فبالتالي لابد من إصدار مذكرات قبض خاصة أن أغلبهم معروفين يعني معروفين بأسماءهم وصفاتهم وأشكالهم خاصة أن أغلبهم كذلك